اعزائنا المتابعين الاشتراك بالقناة لن يستغرق سوى ثانية واحدة لكن سيدعمنا كثيرا لذا من فضلكم درجاء الاشتراك الان في القناة لتشجيعنا شكرا لكم شكرا لزميل عبدالعزيز النصر سيداتي انساتي سيدتي اينما كنتم تابت اوقاتكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم بداية المباراة هنا في منعب بنيتو ستيبين بين فروزينوني ويوفانتز في ختم مباراة الجولة الخامسة من السرعة الدوري الايطالي البطولة الايطالية متولع نار بكل تأكيد يوفانتز ضيف الليلة هو متسدر الترتيب العام برسدة 12 نقطة بالعلامة الكاملة 4 تسارات من 4 مباراة بينما فروزينوني المستفيد دائر الترتيب بنقطة واحدة من 4 مباراة لذلك بإمكاننا القاولات المدرب ماسيميليانو أليغري بالنسبة لتشكيلة الارض والجمهور فاريق فروزينوني حلس الميليانو أليغري خمسة لاعبين بالتمام والكمال يتغيرون في هذه المباراة ساندرو البرازيلي حاول التوزيع وكورا على طول ننحن السبورت ومولينارو اللي يوسعوا تدخل من جيرجيا كليني يضغط فريق الكورا تلعب بسرعة تدخل دباعي أول وثاني كريستيانو يحاول المرور كريستيانو والمخالفة بيتدخل لكن الحكم أنتم باللعب يسابق بعد تدخل نيكول تانيغا في محور دباع فريق فروزينوني استقبال خاص خاص به في جمهور رونالدو اليوسع اومان زوكيجو رونالدو غريبة يسارية رونالدو كانت غريبة من الشبك إلاه للمدافع كابوانو يخرج الكورا على الخط النهائي للمرمع للعارس سبورتين مركز ليس مركزو وفي مكان ليس مكانه يلعب كمدافع أيمن بينما كواد رادو يدون منازع للجمال يسرع خاصة مدرحي الكوادو تميد من بيتاكور لألكساندرا البرازيل يحاول التسويب من اليسار ومزارة الكورا لبيران أمبيا ميتش كورا التميد من رونالدو والتسويب والعارس سبورتينو كريسيانو رونالدو لما نحكي عنه نقول تسع القاب مع مانجز الكورا يحاول اختناسها أن يعب الإسلندي التبادي الركنية وكورا لم يسجل أي هادف منذ بداية الدوري فروزي نوني أربع مباريات بدون تشير أي هادف كوادرادو اللي وصل لرونالدو والركنية ساندرا في القعام الثاني مولينارو خاترة وهاجدة غريبة وعجيبة كورة مولينارو ضد المرمى وتألق سبورتينو مرة أخرى أمام هجمات نيوفي وهذه كورة أخرى هذه الإعادة في الإعادة إفادة للركنية التي تحصل عليها فريق نيوفي بيانيت في القعام الثاني بعيدة لجيورج حتى المنزو كيتش وكورة رونالدو رونالدو والتسدد رائع من سبورتينو رونالدو في أيام أيامه رونالدو يلعب نيوفي بالطريقة في طريقي إلى فروزي نوني تسويب صار من كورة رونالدو رونالدو دي بلا تسدد اللي يسار إمكانية العرضية وأليكسندرو في حول التوتر يضع الكورة بالركنية ركنية لفريق فروزي نوني في 23 رونالدو رونالدو حاول التسويب أمامه غابة والمخالفة يضع ما بحث عليه رونالدو إدون 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 أمامه كورة إفتاح النتيجة على طريق الثربات الجزاء إفتاح رونالدو بالانتذار يسار يتعدى رونالدو والدفاع موجودة وإذن الكورة والعرضية وبالرأس تدخل أول من عامل السيري آ والمطالبة بلمسة يد لمسة يدك مولينارو مولينارو كابتن فريق فروزي نوني هو أن يلمس الكورة باليد بيسيبها غير يوسع ميقاسية قلب الدفاع ريكاني بعد رأسية بالقامة الثانية من رونالدو واليوفي كان قريب من إفتاح التأجيل إمريتشان متاستر ميدان التوري الألماني في استقبل كورة سوبر ماريو مانزو كينش قوادرادو يستفزة دي بأ أو دي بأ دي بأ دي بأ أمامو كون الجيدة ترنب الكنومبي قوادرادو قوادرادو ترجمة نانسي قنقر